مسؤوله نادي الزمالك أنه اتفاقهم خلاص مع عبدالعزيز البلعوتي حارس مرمى امبي البلعوتي اعمل جلسة مع كابتن احمد سليمان اتفقوا خلالها على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد والبلعوتي هياخد 6 مليون جنيه سنويا وهيوقع على عقد لمدة 3 مواسم وبعد اعلان فتح قيد الزمالك المتوقع ان شاء الله في منتصف الشهر الجاري الناس الزمالك هيتجه الى امبي عشان يدخل معاه في مفاوضات رسمية لانهاء التعاقد بشكل نهائي مع عبدالعزيز البلعوتي بالمناسبة الناس كتير ما تعرفش ان عبدالعزيز البلعوتي من ناشئين النادي الاهلي عبدالعزيز البلعوتي كان من الجيل اللي كان فيه محمود عبدالمنعم كهربا في النادي الاهلي واحد من ناشئين النادي الاهلي ده خبر يخص نادي الزمالك خبر آخر يخص نادي الزمالك وما خلال الأيام اللي فاتت أبدأ غضبه الشديد من التقارير الصحفية اللي أشارت إلى دخول نادي بيرامتز في مفاوضات لضمه ومحاولة التعاقد معه مجانا استغلالا لعدم تجديد عقده مع نادي الزمالك حتى الآن أوباما تحدث مع المقربين منه بأنه عايز يكمل مع نادي الزمالك وعايز يجدد مع نادي الزمالك والبقاء في صفوف الفريق خاصة أن اللاعب كان ظهر بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة وهي كلام حول المفاوضات مع بيرامتز فهتكون من خلال نادي الزمالك ده بحسب مصدر مقرب من أوباما دي حكاية